الشباب والأصدقاء والأخوة والأخوات في كل مكان في كل زمان نحييكم بكل تحية تحبونها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم عينما كنتم حسينما كنتم إن شاء الله نطمنانكم أنكم تكونوا عايشين في أمن وأمان خاصة في ظل الكورونا ما تفعله بالناس والهجمات المتكررة من الفيروسات المتناسخة الجديدة اليوم قبل أن نبدأ بنقدم عزقنا الكبير للشعب العراقي المرة التانية في أقل من سنة للحريقة الذي وقع في مستشفى الإمام الحسين حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أهل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي راح ضحيته ضحيته أكثر من تمانين شهيد في المستشفى فأدعو لهم والأهلهم بالرحمة والمغفرة والسلوان والجنة وأيضا اليوم افتقدنا أحد العمال الرئيسيين في العمل الإنساني السوري في تركيا الأخ عبدالله زنجير اللي كان متفاني في العمل التعليمي تعليم الأطفال ونشر المدرسة الرقمية هو من معه وأتمنى أيضا أنكم تدعو لأهل الأستاذ عبدالله زنجير لتوفاه الله سبحانه وتعالى اليوم تدعوه بالرحمة والمغفرة وتدعوه لأهله بالصبر والسلوان إن شاء الله أما مصيبتنا في العراق في كبيرة جدا 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 أن هذه المرة التانية التي يحدث في الحريق بنفس الطريقة بس في مستشفى آخر وطبعا المؤلم في حريق مستشفى الإمام الحسين عليه السلام إنها المرضى يعتبروا عجزة أو مقيدين يعني فلا حاوض لهم ولا قوة فضعوا للعراق وضعوا للشهداء وأسر الشهداء في العراق اليوم نتكلم عن حلقة العشرة من فضفضة من فضفضة اللي هي عشرنا سببا للإنزالية والتطرف والإرهاب بشكر الأستاذة آية أبو زينب اللي ساعدتني في وضع اللي هو الشرائح وننتقل لما أريد أن أراجعه كل مرة أنا بلاقي إن أنا كتبت شيء من خمس سنين أو من ست سنين أو من ثمان سنين أو من عشر سنين أحب أراجعه مرة تانية علشان بأعتقد أن بعض هذه الأشياء تعتبر مهمة تأريخيا ومهمة منهجيا لأننا نقشها مع بعض زي البوست ده اللي أنا حطه قدامكم ده اللي هو من أسباب الإنزالية والطرف والإرهاب ده كتب من ست سنوات ظروف ست سنوات في 2015 تختلف عن ظروف اليوم في 2021 العشرين العشرين سبب دول حننقشهم في الآخر لكن أنا وأنا برجعه أردت أن أضيف إليه بعض التعريفات البسيطة وإن شاء الله ما أجعلهاش مملة بالنسبة لكم ومن أول التعريفات هي الإنعزالية في بعض التعريفات ما يعني معنى إيه الإنعزالية إن إنعزال ده حالة من إنعزال الشخص عن المجتمع لأسباب يعني ممكنش فيه تواصل بينه وبينهم لا يوجد أسباب كثيرة منها علاقات السيئة منها مرض معدي أمراض معدي مثلا إحنا في الكوفيد الآن الناس منعزلة عن الآخرين لأن فيه وباء وأن عزو بالله ومنعزلة فيه أمراض معضية فيه اضطرابات نفسية وعصبية تظروف العمل إننا الشخص ده اللي هو أنا يمكن علينا شغل كتير جدا بيجعلني إن أنا ما أرجع البيت مش عايز أكلم حد حتى أولادي فده أحد الأسباب الأخرى لإنعزالية أو المناخ السياسي اللي فرضها الحكومات الغاشمة الدكتاتورية على كل مجتمعاتها كل مجتمعاتها لأن داخل الدولة فيه مجتمعات عديدة وداخل مدينة فيه مجتمعات عديدة طيب هل نتكلم عن من الأسباب الإنعزال اللي هو الأسباب السياسية أسباب النفسية سباب العمل كل هذه الأشياء طيب يعني إيه تطرف تطرف باللغة أو اللي هو تعبير نسبي بيستعمل من الناس اللي بيتهموك إن أنت بتطرف هيتلاقي في كده من رأي في مجموعة قاعدة تقول والله هني البنى ده إنسان متطرف بتبصول كده فهنشره عنه إشاع ده من ناحية كلامية متطرف من ناحية الفكرية اللي هو بيوصفه الأيديولوجية السياسية بتاعتك أن أنت متطرف هذه أيديولوجية سياسية متطرفة بردك جماعات تقعد تصنف الأيديولوجية بتاعتك أنها متطرفة أيديولوجية السياسية والأعمال في ناس بيصنفوا الأعمال اللي أنت بتقوم بها أنها أعمال عنيفة بردك هذه المؤسسات أو الأفراب بيصنفوا مثل هذه الأشياء اللي بتحاول تعمل تغيير سياسي أو اجتماعي في الدولة وهكذا ففي بردك مجموعات أخرى بتصنفك أنت كشخص أو مجموعة أن أنت متطرف ليه؟ لأن أنت بتحاول تقف لهدف سياسي بتحاول حكومة رجعية حكومة غاشمة أنها تمنعك فعلشان تمنعك بتوصفك أن أنت متطرف لأنها عندها عندها رؤية أو هدف أنها تماشي أجندة معينة إن شاء الله تكون الأجندة دي عنها الحرب دا و الأخرى و من تعريفات أيضا الأخرى متطرف للمغلاف الحب المغلاف الاعتقاد السياسي والديني والفكري لأيوا دول يكونوا أسوأ ناس على أصحاب هذا الفكر يعني بيقولك الإنسان الأحمق هو من يقتل فكره بكثرة حبه لهذا الفكر كل هذه المعاني بتوصف التطرف أما أسباب التطرف كثيرة فهم عندنا سبع أسباب من أسباب بيرجيئية الأطفال اللي عندين في العائلات معنا ونحن بنعمل معاملة سيئة أسباب نفسية في بعض المتطرفين عندهم التربات عصبية أسباب اجتماعية كل الناس دي نشأة في مجتمع مجتمع فقير جدا وفي بيئة فقيرة جدا متخلفة وفقيرة ومعندهاش يعني أي إمكانيات فبتدفع بعض أبناء هذه البيئة إلى التطرف أسباب تخاف عندما تعارض تعارض تخاف تخاف الحريات في أسباب دينية إن هو يعتبر إن من أسباب الدينية دي إن مثلا يتعلموا الشباب في المساجد أو الكنايس الشرف والأخلاق والقيم وكذا 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 وحنا ما يخرجوا للمجتمع يجب المجتمع على النقيق تماما يصلم مثل هؤلاء الشباب إن هو الأسباب الدينية فبيع عملية التناقض ما بين ما تعلموا في المسجد أو في الكنيسة أو في المعبد وما يرى في المجتمع فيه نوع تاني إن هو تطرف الأزمات السياسية في الدولة والاقتصادية بتجعل الشباب يذهبوا إلى التطرف ويذهبوا إلى العنف اللي هم نتكلم عنه ده فيه الاستبداد سواء كان استبداد داخلي من الحكومة زي ما أنا قلت على أو استبداد خارجي من حكومات أخرى بتيجي تسلق مقدرات مثل هذه البلاد كل هذه الأسباب تلوا إلى التطرف أو بتعرف وتتطرف إيه هو الإرهاب الغريبة إن في 180 دولة في العالم مضت على محاربة الإرهاب وإلى الآن لم يوجد ولم تتفق هذه الدول أو غيرها على تعريف الإرهاب أنا بس بالنسبة للشباب اللي بيتفرجوا على الفيسبوك إذا كان هم عايزين يتابعوا الشرايح على الزوم الربة بتعزون موجود مع الإعلان ليس هناك إجماع عالمي على تعريف الإرهاب الأمم المتحدة من 1980 حاولت أنها تجمع كل الدول عشان تضع تعريف كامل قانوني اجتماعي سياسي فشلت فشلت في نقطة واحدة اللي هي إيه اللي هي في الصراعات المسلحة اللي بيحافظ فيها الإنسان على الحريات بتاعته يعني الناس دخلوا عليها في بيت حالزين يقتلوني الناس دخلوا يعني أو ناس أو جماعات أو دول دخلت تعتدي على دول أخرى تحتلها في الصراعات على الحرية وتحديد المصير الذاتي وأصبح من المستحيل أنك تجتمع عن 180 دولة على تعريف كامل قانوني اجتماعي سياسي لإرهاب ومع ذلك 180 دولة دي كلها تعمل إيه 180 دولة كلها متفقة على تحارب إرهاب مش متفقة هي على تعريفات والأسف يعني وبيعرفوا الإرهاب برضك أيضا في ورقة تانية كل المصادر موجودة قدامكم هي دي لا الإرهاب دا شيء ماليوش هدف متفق عليه عالميا ولا ملزم لها قانونيا والقانون الدولي يعني بيشير إليه لأنه أفعال عنيفة تهدف لخلق أجواء من الخلق يعني القانون الدولي بيقولك دي أفعال عنيفة تقوم بيا بعض الأشياء الأفراد والأسف دي أرهاب أصبح تقوم بي بعض الدول أو كثير من الدول اللي بتسرع مخضرات الشعوب بتعتدي عليها تلك الأفعال العنيفة لا تهدف إلى خلق أجواء من الخوف يعني سواء كان عن تطريق دولة أو فرد أو جماعة ما يكون موجها ضد أطباع أطباع من جماعة دينية أو سياسية أو أجواجية تحريبها بالعنف وبالسلاح إلى آخر وبتكون مستهدفة أيضا المواطنين المدنيين الأمنين عشان ترعبهم وتخوفهم عشان يخشوا يحربوا جماعة دينية معينة أو سياسية معينة أو مضطرفة معينة يروعوا الأمنين من السكان عشان يخافوا في نفس الوقت كل هذه الأشياء ما حصلش عليها اتفاق مع كل المئة وتمئين دولة بتوى الأمم المتحدة اللي بتكلموا عن الإرهاب اللي هم التمئين من دولة دولة صرفين يمكن نص ميزانياتهم أو أكتر أو أقل على وسائل وأجهزة لمحاربة الإرهاب دون أن يتفقوا على تعريف الإرهاب وده اللي بيخلي الواعد شعره مش موجود دولة الصورة دي معبرة عن كثير من هؤلاء الناس اللي سواء كان حكام بيحكمه أو شواء من الموزراء أو المسؤولين كثير من الدول تحولت شعوبها إلى هذه الهياك العظمية والصورة بتعبر عن شخصية المستبدة الطاغية الدكتاتورية في هذا الرجل اللبس الأحمر على الأزرة على الجزمة الشيك دي والمرأة اللي هي تعتبر الوطن المرأة دي دايما أنها بتمثل الوطن نفسه اللي هي بتنزل إليه نظرة استعطاف مع أبنائها قدامها وأبناء شعبها اللي هم من حولها وكلهم يتمنوا كسلة خبز أو وظيفة أو فصحة في الحرية إلى آخر لكنه لا يكترث لأن هذه الأنظمة لا تكترث بما يحدث لهذه الشعوب فلذلك بتحصل ما سوف نراها الآن يحصل النعزال وتطرف والإرهاب وأسبابها بقى لأنك تبتعى من ست سنوات العشرين سبب أول سبب قمع الحريات وده واضح 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 مش محتاج الإنسان يتكلم فيه على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق واضح واضح في أماكن كثيرة ومتعددة ونشوفها جهارا لليلا ونهارا يصدر الملكات الفكرية بتاعتك مش عادك تفكر تبدع تخرج أي شيء يكون فيه شيء للبلد أو للوطن يجعل المؤسسات المجتمع المدني مؤسسات مشبوهة لأنها بتطالب بحقوق الفقراء والمساكين ويغلقها في كثير من الدول يغلقها مؤسسات الدولة تسبح غير حيادية وغير مستقلة إزاي يتحكم فيها شخص يرجعنا لعصر النازية وعصر الفاشية وعصر الشيوعية وكل هذه العشور البائدة وعصر الفرعنة والتقليل الإنسان وعصر النيرون وعصر النمرود كله 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 عدم حيادية واستخلية مؤسسة الدولة خاصة المؤسسات الدينية والقضائية والتشريعية والعسكرية كلها تبقى فيه شخص واحد ودي مصيبة مصيبة صودة أسود من الكرسي اللي أنا أعاد عليه الليلود تؤدي إلى إهلاك العباد وتؤدي إلى تدمير المجتمعات وتؤدي إلى سقوط الدولة أربعة انتشار الجهل والمرض والفقر لا تصرف على ميزانيات التعليم الكثير أنا كنت بقرأ في يوم من الأيام دون ذكر أسماء الدول في اللي هو الميزانيات والنسب لقيت إن وزارة التربية والتعليم نسبة الإنفاق فيها أقل من 3% عايزين شعب جاهل شعب لا يقرأ ولا يكتب ولا يعي ولا يدرك ويرد فقط أن من يتعلم هو من عنده المال الذي يستطيع أن يصرفه على أولاد أما الدولة فلا تصرف على المؤسسات التعليمية المرض ما فيش إنفاق على المجال الصحي والأدوية إلى آخر الفقر لأنه ما فيش فرص جدير العمل عند الشباب وكأنه فيه برنامج جزء من جزءين جزء أول ممكن الناس يكونوا طيبين لكن جهلة ضمن الحكام وجزء التاني يقولك لا هؤلاء الناس عندهم خطة لإفقار هذه الشعوب عدم نسمح بالتعديات العديلات السياسية والاقصدية يبقى فيه حزب الواحد الحاكم الواحد الرئيس الواحد الخالد الواحد كلها 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 ما فيش العديلات السياسية المؤسسة الاخصدية الواحدة المؤسسة الفكرية الواحدة المؤسسة الإعلمية الواحدة المؤسسة السينمية الواحدة وهكذا اضطهاد لأقليات وتهمشها يعني في كل دولة من الدول في العالم وكل شعب نشوف في العالم مش كله نسيق واحد فيه غالبيات دينية فيه غالبيات مذهبية فيه غالبيات فكرية فيه أقليات حيدوا أو بعدوا أو نحوا هذه الأقليات ده كله بتأدي لأسباب اللي هو النعزلية والطرف والأرهاب العمل بقواني الطوارق في دول اللي بقالها خمسين ستين سبعين سنة ماشية بترو قليل الطوارق مفيش فائدة اللي يتكلم اضطه في السيق وهكذا دي ايه لعشرات السنين وهتتقدم لا اقتصاديا ولا فكريا ولا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا ولا أي حاجة يا مال دور الشباب الشباب بدأت في المنطقة العربية والإسلامية يساوي قرابة ستين في المية خمسين في المية ستين في المية من المجتمع ولكن مفيش برامج عقيقية مفاعلة وممكنة ومدربة ومؤهلة للشباب منهم يكونوا قادة المجتمع في المستقبل أول حالي وكل اللي احنا بنعمله انه لقطة كده لقطات بنعملها عشان نقول احنا مع الشباب وكذا وكله زي عدل ما كان بيسميه عدل امام ما كان بيسميه الفانكوش ايه الفانكوش يا عدل امام قاله اي حاجة اعملها وبعها للناس على انها سميها الفانكوش عدل من اتفاق زي ما قلت المعيق التعريفات اللي عندنا لغاية دوقتي مش حافين ايه هو الارهاب 180 دولة بتحارب الارهاب و180 دولة مش متفقة على ما هو الارهاب اللي بتحاربه التضييق على او ارغاء المؤسسات البرلمية ما فيه برلمان ورقي برلمان سوري برلمان ملغة او مقفول اما انه مقفول او حطين فيه بعض الاشباه البشر اللي هما مش عارفين هما يعني ماشيين لقدام ولا ماشيين وراء ولا للجنب ده ولا للجنب ده والشباب والاهالي والشعوب بتراقب مثل هذي الانظمة وهذه البرلمانات السفا في الانفاق تلاقي كمية مهرجانات واحتفالات بتكلف كل واحدة فيهم مئات الملايين من العملات المحلية في نفس الوقت عندهم ملايين ومن قاتل الالاف ملايين من البشر اللي في نفس البلد دي بتعاني من الفقر والمرض والجوع والحرمان نبني اشياء تخلي الذكرانا احنا احنا بس احنا بس احنا بس بتتكلف مليارات طرق جديدة نعايزين ان احنا نعمله نعمل مصانع نعمل مزارع مش نبني اشياء استهلاكية ناخذ فيها فلوس الشعب لا عايزين بدل ما نعمل ننفق على مثل هذه الكماليات اللي احنا مش محتاجينها تتحول هذه المئات من المليارات من العملات المحلية الى انفاقات لمشاريع انتاجية طبعا بالتالي صفف الانفاق قالت على الكماليات واهمال الاسسيات انشاء الفساد داخل مؤسسة الدولة شيء طبيعي جدا اذا كان رب البيت بتدف داربهم بيطبل لكان القبي بيطبل فالبنات حيرقصه والسبيان حيرقصه وهتبقى عملية كل سنة وانتصيبين دعم العصابات الاجرامية وده حصل كتير وشفناه خاصة في احداث 2011 في منطقة العربية في بعض الدولة خرجت المجرمين عشان هما اللي حربوا الناس والثوار اللي عايزين يعمل تغيير مجتمعي داخل المجتمعات فمحاربة الأجيان الدين دلوقتي في كل مكان بيحربوه في كل مكان بيحربوه في كل مكان كأن الدين ده هو البعبع هو العفريت هو أمنا الغولة هو برجل مسلوخة اللي كان بيقولولنا عليه زمان ونحن صغيرين كله بيحربوه وبيحربو كذلك مين المتدينين اللي مثلا دي رب لحيته أو اللي بتلبس حكاب أو نقابويت ويعود يسخروا من هذه الأمور الإفراط في استعمال اللي هو ده النمر الخمستاشر الحلول الأمنية والعسكرية وكأنها هي لحل السحري أبدا قبل أي حل عسكري أو أمني في حل اجتماعي في حل مدني في مشاورات في نقاشات في تواصل مع الناس كلها دي مش موجودة استعمل السلاح وقتي على الناس ودمر هذو الناس ارتفاع معدل البطالة أصبح في دول غنية جدا لكن أصبح معدل البطالة في أصل العشرين في المية وثلاثين في المية واربعين في المية فرض الثقافات وقيم أخلاقية غريبة عن المجتمع وده بتيجي في المسلسلات والأفلام اللي بتفرد عليك لك تفرج تبقى أنت يبقى أنا كان ناس تعود تعمل إيه تبقى قاعدة مكسوفة من الحوار اللي داير ما بين أبطال المسلسل النساء مع الرجال وانت قاعد مع أولادك تفرج عليهم يبقى أنت خجلان وده أبدا لا يمثل لا الممثل ولا الممثلة ولا السيناريست ولا كاتب القصة يمثله ثقافة الشعب المحلية الناس بتفرج عليك ثقافة جديدة أنت مش عايزها إهمال المحافظات الحوضية دايماً المحافظات الحوضية وديو أهلها ده يعني إيه متهمين أنهم خونا خونا متهمين بالعمالة بالتهريب بالدعارة بالكل حاج كل أنواع التهريب ده هنتكلم عنه ده دايماً اللي هي المحافظات الحوضية دايماً المحافظات الحوضية بالمتهمة دائماً بهذا الأمر عليش التليفون بتاعي بتاع الفيسبوك وقع زباس تاني دايماً المتهمة المحافظات الحوضية بهذا الأمر عدم وجود آليات رقابية ذات سلطات تنفيذية تابعة الحكومة ليه؟ لأن احنا قلنا لمؤسسات دولة خلاص ما أصبحتش إيه؟ ما أصبحتش مستقلة أصبحت تابعة للشخص الواحد أصبحت تابعة للشخص الواحد ما فيش آليات رقابية ذات سلطات تنفيذية تابعة ذات الحكومة مؤسسات دولة أخيرها نشر الفتن والإشاعات والخرافات والصراعات مبناء المجتمع والترويق لها إزاي تنشو الفترة عن طريق الإعلام عن طريق الإعلاميين اللي هم يعني يروجون مثل هذه الأشياء يروجون مثل هذه الأشياء أولا الإعلاميين اليوم نتكلم إحنا عن عن إشاعة معينة في دولة معينة نتكلم عن ديك بعض طلعوه في الإعلام عشان يشغل الناس نتكلم عن إنسانة عايز تتجوز كلب أو تتجوز حمار أو تتجوز جحش وتقول جي حرية شخصية نتكلم عن إنسانة طلعة بسم الله ما شاء الله خدودها دي عمنا زال بطيخة وشفيفها عمنا زال بطيختين ها وتقول أنا بس بشرب ميا وطبعا تلاقي المتابعين لمثل هؤلاء الناس بمئات الألاف من الشباب الإلهاء كله إلهاء كله إلهاء كله إلهاء بإحنا العشرين نقطة دول هما بيسببوا أسباب الإلهاب أو التطرف أو النازلين نحن نتكلم عنه طيب إيه الحل تكلمنا بقى والنص ساعة اللي فات دي عن المشاكل أول حاجة في الحل لابد أن يوجد لدينا مساحة حريات من أولا تكفل كافية تكفل للطفل في الأسرة والطالب في المدرسة والموظف في المجتمع حق التعبير عن الرأي دون الخوف وده شفناه شفناه لما الولد الشاب الصغير ضرب مكرن على وشه بالألم لا اختفى ولا أبعده على أمه ولا أبوه ولا خالته ولا عمته ولا حرقه الحي بتاعه والقضاء حكمه في مقتلل قانون شفناه أيضاً في نفس القضية لما الطفل الصغير بيقول لماكرن الزعيم الفرنسي بيقول له إيه أخبار دربة الألم اللي على خدك فيش حاجة عاد عملت له حاجة ماشي حقوله من اللي قال لك كلام ده يا واد عكيد ده أبوه وامه تابعة جهة معينة تابعة جماعة معينة تابعة عن فكر معينة الحرية دي مكفولة فين في فرنسا لكن مش مكفولة عندك في الأماكن هم نتكلم عنه نمرة اثنين في الحال اللي استثمر في كافة نمرة على التعليم التعليم مش نوع واحد مش نوع واحد لأنه فيه لابد نتنوع التعليم بطرق مختلفة فيه تعليم حيكون تعليم العادي نحن نتكلم عنه فيه تعليم حيكون حرفي فيه تعليم حيكون مهني فيه تعليم حيكون مواهبي لتبني المواهب فيه تعليم حيكون مجتمعي كل الأشياء دي كلها ليه ولابد التعليم اللي هم نعمله ده يكون متفق مع ما يحتاج المجتمع المحلي سوء المحلي في المحافظة بتاعتك أو الوطني أو الدولي ما نطلعش كده ناس أي كلام فأخدنين شهادات وهم كلاسة على كلاسة ده الاستثمار في كافة أنواع التعليم قادر على استعابات استعاب قدرات المواطنين وتوظيفها في السوقين المحلي والعالمين نمثلاتها اللي هو بناء قطاع مدني ودي الأغنية اللي أنا أعب أغني فيها بقى لي ممكن تلاتين سنة ما فيش حد في بعض الناس تجابوا الحمد لله لكن مش حنامل الغناء ده في بناء قطاع مدني وقصات مدنية قوية ومستقلة تعتبر هي القطاع التالت أو الشريك التالت في المجتمع والأهم ليه؟ لأنها هي القادرة على رقابة الحكومة وأداء الحكومة من جاء وفي نفس الوقت أداء القطاع الخاص اللي هما الشركين الآخرين ومنع العلاقات السيئة والآثمة التي تحدث بين رجال الأعمال ورجال الحكومة محاربة مثل هذه الجمعيات ومحاربة خاصة لجمعيات حقوق الإنسان النقطة الرابعة في الحل اللي هو الوعي رفع الوعي المجتمع عندما يتكلم عليه في أماكن كثيرة في كل مكان وفي كل زمان ولا نأمل ولا نأكل كذلك بناء رفع الوعي المجتمعي إزاي بقى أن من البعض من خلال إيه بقى؟ حاجات بسيطة ممكن تتعمل أول حاجة انتشار المكتبات العامة المجانية الإنسان يقدر يخش يقرأ الجورنان لو كان فيه جرائب كتب يرتاح يشتغل مكتبة 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 اللي هو بيت الإيه؟ بيت الحكمة أو بيت المعرفة دي نمرة واحد نمرة اتنين انتشار الأنشطة المجتمعية فيه أنشطة البلديات في أماكن معينة في محافظات معينة كان عندها نشاط ثقافي للشباب نشاط أدبي نشاط سياسي قاعدين بيعلموا الشباب عشان إيه؟ يجعلوا الشباب ده مشتافي من التفة ده يرفع وعي الشباب تنظيم رحلات المدرسية كنا زمان وحنا صغارين بنطلع رحلات رحلات للأناطر رحلات مش عارف لفين حشان تعرف تاريخ البلد رحلات لأسر وعسوان رحلات للمعالم في العراق للمعالم في سوريا للمعالم في اليمن للمعالم في كل هذه البلد وديهم العالم في تركيا المعالم في السعودية التاريخية نعرف تاريخنا إزاي حننتمي الوطن من غير من نعرف تاريخه وأمجاده جيدنا إمرأة تنظيم الرحلات المدرسية والجمعية للزيادة معالم ومتناخ الوطن تنظيم المسابقات العلمية كل المسابقات اللي أنا شايفينها من يربح المليون إكس فاكتور عرب آيدول إلى آخري إلى آخري إلى آخري أما دول بس وغيرهم لكن فين المسابقات العلمية الثقافية المعرفية والرياضية كذلك على مستوى الأحياء على مستوى الشوارع تشجيع الإبداع والتفكير لما نلاقي كده في المدارس عندنا شباب نابه بنات وشباب نابيين كده نتبناهم أما نتبناهم القطاع الخاص أو تبناهم الدولة ونفرد لهم الأماكن علشان بهذا الأمر نحث الناس أو الأهالي على تشجيع ورادهم على الإبداع إنشاء ما نسميه البرلمان المدارس أو اللي هو برلمان الجامعات يعني إيه برلمان مدارس والجامعات إحنا عارفين حاجة اسمها التحادات طلبية وإحنا عارفين نشاطها خاصة بيكون في المدارس السنوية أو في المعاهد أو في الجامعات تبوا ليه بتقول برلمان أقول لك برلمان لأن برلمان هيكون لجزء من نشاطه زي اتحاد الطلبة والجزء التاني هيكون اللي هو النقاش الحواري الحضاري بين أبناء المدارس على كيف يسروا لحل مجتمعي متشاركين فيه من جهات مختلفة لأن في التحادات الطلبة قد يفوز فيه فصيل معين لكن أما في البرلمان اللي هو مدرسة أو البرلمان اللي هو الجامعة ما فيش فوز وخسارة حتتخش فيه كل التوجهات اللي بيناقشه مشكلة معينة فيتعول يكون يصبح عند الطالب القدرة على النقاش وإبداء الرأي والاستماع والاستنباط والاستقراء ووضع الحلول والتعاون مع الآخرين ذلك أنا أسميه البرلمان المدرسي أو البرلمان الجامعي سبعة في رفع وكل ده في رفع الواعي يعني ستمن نقطة في رفع الواعي فقط في نقطة واحدة دعم الجماعات الكشفية لأن الجماعات الكشفية غالبا ما بتعمل أنشطة في الخلاء إما في الصحراء أو في الجبال أو في المزارع غابات يعني فبالترد جعل الطفل يرتبب بالبيئة بتاعته تنطلق الملكات بتاعته في هذه الأماكن مفتوحة تشجيع المبادرات الشعب الأجتماعية إذا كنت أنا أتكلم زي ما أقولت لكم في حاضر المحاضرات زي ما إن كتب من الشعب الأجت خالف تعمل في مبادرة لأن كل ما يعملوا ببادرة يقولوا روح خدوا إذن من إيه من الوزارة أول واحد بديكو الإذن ده عسكري الأمن مش عايز أعمل في مبادرة خلاص مش عايز هسجل اسمك واسم أبوك واسم أمك إلى آخر بثمن نقاط في رفع الواعي أقولهم تاني انتشار المكتبات العامة المجانية انتشار الأنشاط المجتمعية الثقافية والأدبية والسياسية تنظيم رحلات المدرسية والجمعية وزارة معالم التاريخ الوطن تنظيم مسابقات العلمية والثقافية والمعرفية والرياضية تشجيع الإبداع والابتكار والاختراع مع تقدير وتبني هذه الشراحة الموطنين انشاء ما نسميه برلمان المدائس وبرلمان الجامعات دعم الجامعات الكاشفية وتطورها تطورها تطورها تشجيع المبادلات الشابية والأجتماعية ولذلك كل دول في رفع الواعي فقط أما النقطة الرابعة في الحل احنا قلنا في الحل في مساحة الحريات وانا استمر في التعليم وانا بتاع قطاع مدني ومؤسسات مدنية ورفع الواعي المستوي من خمسة بقى هتكون تشجيع الشباب على بناء منظومة الأصل أنا عايز الشباب يتجوزهم وده شيء طبيعي شيء طبيعي ان الفتاة والفتاة عايزين يتجوزوا خلاص كبروا وعندهم رغبة مش حرام فاشجعهم كدولة شجعهم فانيش يعيشوا في الحرام وتقلد بثقافات يعني غير إنسانية مهما نقولكم كل واحد يعتقاده الى آخر وبتكون الضحية فيها هي مين الضحية في هذه العلاقات خارج الزواج هي الفتاة هي الفتاة سواء كان في الغرب أو في الشرق أنا عديكم منظر شفته في عام 1987 لما كنت يستواصل جديد لبريطانيا كنت في مدينة اسمها أبريستوس كنت أبت فرق على البحر في أبريستوس فلاقيت ولدته صغير وبنت صغيرة يعني في سن السبعتاشر ستاشر تمنتاشر كده ومعهم طفل صغير في حاطينه في بيسمونه بوشت شير اللي هو بيزقوه يعني بعد ما يتكلم وأنا بتفرج على البحر شو خبال يعني بعد خمس داقة كده أو لحاجة لقيت البنت بتصوت وبتعيط وبتصرخ روط العجري وكاني نوعات سبعة في السن دا عندها 17 سنة أو 18 سنة أو 16 سنة لكن في السن دا فعلا ما تزدش عن 17 ما تقلش عن 16 معها الطفل دا تتمل بيه هتواجه بيه المجتمع إزاي مسؤولية لذلك احنا منشجع الشراب على ابناء المنظومة الأصلية مع تويعتهم على إهمية الأسرة حقوق كافة أعضاء الأسرة وواجباتهم قبل أتمام الزواج والمسؤولات ملقاة على عتقهم لقاء أبويني المحافظة على كنونة الأصل كنونة الأصل دا مهمة جدا في المجتمع نمبر ستة استقالية مؤسسات دا وزي ما قلت قبل كده عن الحكومة وهي منها بطبع المؤسسات الأمنية والعسكرية والتشريعية والقانونية والبرلمانية والدينية يعني مثلا لما ننظر في ماذا حدث في أمريكا في الآخر أيام الرئيس ترامب الجيش مشي ملوش دعوة بالرئيس الجيش نزل المهدين عشان يساعد الأمن يحمي الوطن ويحمي الدولة لكن لدي دعوة برئيس X أو رئيس Y أو رئيس Z أبدا واستقالية مؤسسات الدولة عن الحكومة دا مش معناها أن حيكون في صداعات أو صدمات سياسية بل حيكون في استشارة ورقابة وتوجيه وتعديل لأن أنا قاعد كمسؤول متخصص في مجال معين نصحتي للجهة التنفيذية كذا مش بصارع الجهة التنفيذية أنا بقول له ما تعملش كذا بيكون مرجعياتي البرلمان أو اللي هو مجالس الشورى البرلمانية دي كلها نمر سابعة التوازن في الإنفاق يعني أي توازن في الإنفاق؟ يعني ما نصرفش كل ميزانيتي أو تلاتة ربعها أو أكثر أو أقل على جهاز الأمني والجهاز العسكري فقط وأترك الجهاز الخدمي زي ما أنا قلت قبل كده ده هو التعليم والصحة وباقي المجالات اللي موجودة في المجتمع كلها يكون في توازن في الصرف نمر تمانية إيجاد مجالات جديدة وسيطة وسهلة لفرص العمل خاصة للناس اللي ما كانتش عندهم نصيب أوفر نكملوا درساتهم العليا أعمل إيه؟ أعمل أسواق شعبية أشجع المشاريع الزراعية كل حاجات دي أشياء مش محتاجة تعليم عالي تربية الحيوانات تربية الطيور الزراعة صد الأسماك المواصلات اللي هي وكذلك الأسواق الشعبية كل هذه الأشياء بتساعد على إنها تخفف وطقة عدم الدخول في النعزالية والتطرف والإرهاب الشريحة اللي بعد كده ومع ذلك معقول الحدود ترى أنا بقولها دي كده والعشين سبب والبلو الزرق دي كلها أنا بعد ذلك بقول لكم إيه؟ إحنا متفقلين ومش حنمشي وده لأنه عارفين دي أمراض مجتمعية ممكن نعليجها وأهم طبيب في علاج مثل هذه الأمراض المجتمعية هي مؤسسات المجتمع المدني اللي بتعاون مع مؤسسات الحكومة مؤسسات دور مستخلة مؤسسات اختار خاص بسيارة كنت اقتصادية أو تجارية أو المؤسسات البحثية الفقرية لو كنت يكون فيه التكامل والتشارك بين هذه المنظومات إحنا قاعدين ومتفقلين بالرغم أنها ظلمة بعد يقول لك الدنيا ظلمة لأقول لك أنها نور فكما يعالج الطبيب أمراض المريض تعالج مؤسسات المجتمع المدني أمراض مجتمعاتها ذلك واجب علينا العمل بحكمة لعلاجة دي الظواهر المجتمعية ببناء الشراكات مع الآخرين فالمجتمع يسعنا جميعا أما الإرهاب فلا يسع الفرد الواحد مننا المجتمع يسعنا جميعا أما الإرهاب فلا يسع الفرد الواحد مننا طب إرسلتي بقى الأخرانية بقى للشباب وطبع أنا عارف أن الشباب دول بيملوا مثل هذه الرسائل لأنه بيقى ما عايزة إنسان دوتشات شريعة كده ولا حاجة دقيقة أو دقيقتين إلى آخر نعلم يا شباب أن العزالية والتطرف والإرهاب هم ظواهر وأمراض مجتمعية من قديم الأزل بيحاجة جديدة حدثت لمجتمعات قابلينا وهتحدث لمجتمعات بعدينا فده شيء طبيعي طبيعي اللي مش طبيعي إن احنا من عرفش نعالجها جدي مرة واحد ونحن يا شباب إن الحياة دفعات مفيش حياة سهلة كده مفيش حاجة سهلة أبدا وتجاذبات وإخفاقات وإنجازات يوم لك ويوم عليك وأن ما يحدث لنا فيها في كل تو وحين قد حدث لأقوام آخرين فمنهم من استعن يخرج من هذه الكبوة كما حدث للشعب الألماني والشعب الياباني بعد الحرب العالمية التانية بعد ما هزموا وأصبحوا دلوقتي من أقوى القول اللي اقتصدية في العالم ومنهم اللي ما استعن يخرج واستسلم لليأس والإحباط والإعزالية خلاص بحاجة يحاول اللي حاول خرج اللي ما حاولش ما خرجش أصبح في ديل الأمم ليس من العيب أو العار يا شباب أو المذلة أن يفشل إنسان مش عيب مش عيب الفشل جزء من النجاح والرسول جزء من النجاح إذا إحنا حاولنا مرارا وتكرارا أن ننجح بعد أن نفشل ليس من العيب أو العار أو المذلة أن يفشل المرء مننا أو أن يمرض أو أن يفقد ماله وولده وعزه وجاه وسلطانه سيدنا أيوب عليه السلام قعد عشرين سنة تقريبا مريض فقط كل شيء لكن صبر صبر وصبر وصبر إلى نتفاة الله وعوضه عما كان عليه من قبل سيدنا يوسف عليه السلام النبي ابن الأنبياء عانى من إخوانه رمو في غيابات الجب وشاف الأمرين في بيت عزيز مصر أو القائب بتاع مصر إلى أن أصبح هو نفسه الرجل التاني في مصر بعد الحاكم ورجل اقتصاد الأول فيه من غيابات الجب إلى عظمة الحق قال سيدنا يوسف عليه السلام عبد الرحمن بداخل ابن معاوية سقطت دولة الأموية كان هو أقل من عشرين سنة ورحلة هجرته من الشام لأن دولة خلت ست سنوات حقولها الأسبوع الجاي إن شاء الله واستطاع هذا الشاب اللي خرج من الشام ودون العشرين ما يقس يبني دولة أخرى أقوى من الدول الأموية اللي كانت موجودة في الشام لصنعت أعز حضارة من أعز من الحضارات في الأندلس استمرت قرابة ثمان قرون ده شاب صغير زي حالتكم فليس من العيب أو العار مضال إنسان يفشل مرة واثنين وثلاثة نعلم ما شاء الله أنه يوجد بعيدان عاجز أبدا 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 فالعاجز ما هو أولا من يعجز نفسه يعني أنا أقول خلاص أنا مش حاضر أعمالها خلاص أنا نزل المطش هتغلب لا حتى لو أنت ضعيف فتقول أن الناس في مصر عايز انتصر المطش في ناس بيهجموا علي نبير سبحان وطر لكم وعدوا ما استطعتم ما استطعتم خلنا وياكم لله فيما بعد سوى كنتم مسلمين أو غير مسلمين ليو قبلينا عاجز فالعاجز هو من يعجز نفسه ويستسلم لراء الآخرين فلقد طرد توماس أليسون من مدرسة فكرين توماس أليسون والست بعتت ورقة الولدته قالت له ابنك غبي مش عايزها أمشي خديه قالت الأم قالت لابنه أنت أذكى واحد في المدرسة وعشان كده يا توماس يا ابن يا حبيبي المدرسة مش قادرة تستوعب ذكائك فاستطاع أن يعمل ايه اخترع جهاز الدوق الكهربائي وجهاز الفونغرافيا وجهاز التصوير السينمائي والمولد الكهربائي وأصبح هو توماس أليسون نحن نتكلم عنه وما اكتسافش الموضوع ده إلا بعد ما كبر وأم مات لما لقى الورقة اللي كانت واحدة مدرسة لسا بها مؤدتها الأم بيتهوفن كلنا عارفين بيتهوفن عدتنا لها صديق عزيز جميل في مصر كان يسمى بيتهوفن كداما ونقعد أمزح معه أقول له مين نسمعك بيتهوفني يقول لي يا بابا سمني بيتهوفن هعمله يعني هذا المسخار العظيم لما بدأ يصاب بالصمم أصر أنه يكتب سمفونيات أخرى وكان من أشهر الأعمال بتاعته وهو أصمم يعني لم يعجزه الصمم لم يعجزه الصمم يعني شفناها في الماتش بتاع بريطانيا وانجلترا 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 وإيطاليا انجلترا فيها فتوة الشباب وعتقدوا أن الماتش انتهى خلاص وإيطاليا كان فيها حكمة الكبار مجموعة كبيرة بالناس ففضلوا أنا ما تفرج عن الماتش بس نعرف الشخصية الإيطالية بالعمر السني بتاعهم والشخصية الإنجليزية لأنه بالعمر السني بتاعهم فمكسب في النهائي في المبارة كان على الأعصاب والخبرة والمحاولة فاستطاع طلينا أنهم يحولوا اللي هو الهزة العنيفة في التسجيل المبكر للإنجليز فيهم في الشبكة بتاعتهم إلى نصر مؤذر فيما بعد فضلوا يحاولوا لم أكتر من ساعة إلى أن جابوا هدف التعادل وعرف أنهم لو تعادلوا هستطيع أنهم اكسبوا في الآخر لنعلم يا شاب أيضا أن المرض الحقيين الذين ننشرون الأمراض المجتمعية والإعزالية والطرف الرهاب هم ليس من يتهمونهم يعني مش أنا أنا بتهموني مش أنت 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 بتهموك لا مش أنت الناس اللي بتهموكم هم نفسهم المرضى عالموا ده الناس اللي بتهموكم هم نفسهم المرضى هم نفسهم المرضى هم هؤلاء الروبذات الكذبة من الكذبة الفجرة اللي بنا يعود عن أوطنهم وأجنهم وتاريخهم وشعوبهم فلا تستسلموا ولا تسمعوا لما يدعونا من أكاذيب وفتراءات وثقوا بأنفسكم وقيامكم وثقافاتكم أعلموا هذا أعلموا هذا كل العلم حذاري أن تستسلموا لإشاعة أطلقت عليكم أو مقولة أطلقت عليكم أو فرية أطلقت عليكم كذبة يعني اجعلوا الصبر والإيمان وده شيء شخصي داخلي بجانبه العلم المعرفي والتجربة الميدانية يبقى أنت مع الصبر والإيمان في علم معرفي وتجربة ميدانية الصبر والإيمان مش كفاية لازم يكون بالإجانبه أو قبله أو بعده أو معه علم معرفي وتجربة ميدانية تجعلك قادر على أن تصبر من خلال العلم المعرفي وتجربة ميدانية اجعلوا هؤلاء هذه السوداسية له الصبر والإيمان والعلم المعرفي وتجربة ميدانية محور مقاوماتكم لمن لهذه الظواهر والأمراض المجتمعية لن نستطيع أن نقوم مرض بدون علم أو بدون إيمان أو بدون معرفة أو بدون تجربة في المجتمع وأخيرا يا شباب دعونا جميعا لنعمل سويا من أجل تحقيق هدف معلوم نحدد هدف أو هذه الهدف عايزين نعمل ألم عايزين نعمل تليفون عايزين نعمل نظارة هدف معلوم عن مستوى الشخصي أو المجتمعي أو الوطني أو العالمي ونشترك فيه مع زملائنا اللي بيؤمنوا بتحقيق هذا الهدف معنا لابد لابد نتفق مع بعض نعمل إيه لازم ما ينفعش كده نعيش من غير هدف عايزين نحققه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أبدا 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 ونعلم يا شباب اسمعوا هذه أن لكل مرض علاج ولكل عثرة إقالة أقل عثرتنا ولكل غفوة إفاقة ولكل سباة يقزة ولكل خسارة مكسب ولكل جهل علما ولكل كفر إيمانا ومع كل إثم إثم مغفرة ومع كل نقصان زيادة ومع كل ضلال هداية ولكل طريق وعمر بداية ونهاية أولا ثاني عشان أختم أن لكل مرض علاج ولكل عثرة إقالة ولكل غفوة إفاقة ولكل سباة يقزة ولكل خسارة مكسب ولكل جهل علما ولكل كفر إيمانا ومع كل إثم مغفرة ومع كل نقصان زيادة ومع كل ضلال هداية ولكل طريق وعمر بداية ونهاية أشكركم يا شباب على استباركم علي أخذها للخمسين دي أذفات الدول وأتمنى أن نعمل بواحد يعني نعمل أي شيء لكن لا نستسلم للعزلية ولا للتطرف والإرهاب ولن نستسلم شئتم أم أبيتم ولن نستسلم ولو أحطونا بكل هذه المسودات جميعا جزاكم الله خير والسلام عليكم محوطنا محوطنا